الأخ عبد الحكيم العمري من اليمن يقول ما صحة التسمية بهذه الأسماء إسلام وإيمان هل يجوز أم لا أخوي عبد الحكيم من اليمن بارك الله فيك الأصل في الأسماء الإباحة والجواز هذا من حيث الأصل لكن النبي عليه الصلاة والسلام غير جملة من الأسماء وذلك إما لكونها معبد لغير الله كعبد الشمس مثلا أو عبد العزة أو عبد كذا وإما لكونها قبيحة فيها قبح أو فيها صعوبة وعسر وإما لكونها فيها تزكية أو لكون فيها تزكية مثل برة وغيرها من الأسماء ولذلك بالنسبة لما سألت عنه من هذين الإسمين اسم إسلام وإيمان يعني هذه حقيقة إذا نظرنا إليها نجد بأن فيها نوع تزكية فيها نوع تزكية والخلاف عند أهل العلم معروف فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز التسمية بإسم إيمان وإسلام ومن أهل العلم من كره كراها من كره كراها عموما أخي الفاضل إذا شخص تسمى بإسلام أو امرأة سميت بإيمان مثلا ويعني سجل اسمها تترك لأن المسألة فيها خلاف أما إذا كان الآن تسأل تريد أن تسمي اسمك عفوا تسمي اسم ابنك بإسلام أو ابنتك بإيمان فالأول ترك ذلك ونبي عليه الصلاة والسلام في حق الذكور قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وكان يقول سموا بأسماء الأنبياء سمى ابنه عليه الصلاة والسلام إبراهيم سمى ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك البنات الإناث كذلك يختار لهم الإسم المعروف يعني النبي عليه الصلاة والسلام قيل هذه جارية بنت صغيرة اسمها برغيرها إلى زينب فتسمي خديجة عائشة فاطمة زينب مثلا رقية مثلا يعني نحو هذه حتى الأسماء المعاصرة اللي ما فيها شيء من هذا عموما أخي الفاضل المسألة فيها خلاف لكن انتبه إذا كان قد سميت إسلام أو سميت ابنتك إيمان تترك هذا بارك يعني تبقيه على ما هو عليه